بس القرار لما طلع طلع مش كرملاً أول علاقة هو طلع لأنه أنت خايفة يمكن من طريقك أنه إذا فات رجال غريب على البيت مع بنتين بسن المراهقة نور وياسمين يلي عمرهم 14 و12 يمكن إذا مش غلطانة ممكن يقشتك البناء لا هذا أكيد أكيد كنت عم بداري له مشاعره بهذا كان بدي محال يحط علامة علي أنه أنا أشطتك لأولاد لأنه حكيت أنت ولي قبل ما تتزوج ولفت لك نظرك عهن حكي هنا وأنا ضغري طمنته لطل له أنا إذا ما بتأشطني لأولاد لأنه بحق له لما أنا بتجوز أوتوماتيك لأولاد بيصيروا من حقه فأنا طمنته قلت له أنا إذا ما بتاخد مني لأولاد بس أتجوز أنا بقعد ببيت وتجو ببيت يعني جو محا يعيش مع البنات فهالشي بعتقد كان مردوده إيجابي ومثل أنه أعطاه يعني ريحه لطلال بمحال بس يعني بكرة بقلك مثلا إذا أولادي صاروا بالجامعة أكيد حعيش مع جو يعني ببطل فيه إذا بدك هيدا فيه الفاكتر اللي من ورا إنه أخدنا هالدسجن أنا كمان بايب النهية أنا ما بقبل يجي مثلا هلأ رجال من بره يعيش مع ابني وإمه شو بتعمل؟ شو كتير منطنيه؟ هلأ سنتيا ما تزوجت؟ لا إذا تزوجت ابنك عمره ثلاث سنين ونصف اليوم مضبوط اللي لازم يصير برأيه هو اللي أنا ويها عمنا عمله فاللي عملته هي مع يعني أنت بدك تفرض على طليقتك تعيش هي ببيت وزوجها ببيت؟ الشي اللي عملته غنى ما أنه تشالينج أو انتباه كرميل ما يصير شي لا هو هيدا الأصول ما لازم صبه مثلا بناتها اتنين نور وياسمينة ليش بدون يشوفوا كل يوم جاوزة بخلقتهم؟ مش مضبوط أكيد يعني هي من ناحية أنه لا بالنسبة للبنات رح ياخدوا راحتهم ولا بالنسبة لألك خلينا نقول أنه ابنك بما أنه ذكرنا هلأ بعضه كتير صغير لما يكبر ممكن يلومك أنه أنت تسرعت بموضوع الطلاق تسرعت وما أعطيت فرصة وما قعد معه بالفترة هو يلي طفل ومفروض يكون عنده الأم والبي هالتوازن العاطفة صراحة أنا ناطره يكبر لفسر له ليش أنا وأمه كان أحسن لنا إذا منتطلق لأنه أكيد حيفهم لأنه ما بعتقد فيه ولد بيمبسط يعرف أنه أمه حزينة وبيه حزين ومش ماشي الحال بينه بس أنتوا على السريع جولة نحكي الصراحة يعني ما أخذت وقتهم على السريع أخذت قرار الطلاق ما أعطيتوا فرصة يمكن لزواجكن أكتر نحنا اليوم عم نحكي أنه ابنك عمره ثلاث سنين ونص بس أنت لك ثلاث سنين مع غنى واليوم تزوجته يعني عم نحكي كان يمكن ابنك عمره ستة شهر لما بلشت العشرة شهر على الهد كنا إلى عمره عشرة شهور لما سيئت كتير العليها مع أمه وفي مرة بعدنا بتذكر بما أنه بديك تدخلي بالتفاصيل بندخل مع عندي مشكلة في مرة بتذكر وقف على الباب وشافني كيف أنا وأمه عم نتخانها بعدنا بتذكر الرعب اللي يحسوا كنتوا تتخينها وعمس مع الصبي ممممممممممم بشكلنا كانت كتير برأيه حادي طاكسك كانت تصوب ماة من محورة اممممممممممممممممممممممممممممم أذن باي عمر طلقت كيف كان عمرهم البناتي؟ 9 و 7 مصاريخ نقات قبل عليك؟ كنا نتخانة كتير برايفتلي أنا طلقت لسبب محدد كنت عم بحمي فيه بناتي وبناتي ما حسوا بالشي وحكيتهم قبل أكيد قلت لهم أنتو بتقبلوه بس تكبري إذا سألتها كانت مثل سؤال كان لا لا مانو خياني شي تاني ما بحب أحكي فيه وقررت إنو لمصلحة بناتي إنو لازم تنفصل وجيت حكيت مع بنتي أكيد ما فسرت الله السبب لأنو كانت كتير صغيرة بس قلت الله انو انو انت إذا بكرة كبرتي وجوستي ومع هيدا الشخص بطلتي تحبيه وبطلتي مبسوطة شو بتعاملي؟ قلت لي بتركو قلت له اوكي this is my case يعني انت تغيرت مشاعري وحسيت انو انتو كازا وجهين تغيرت مشاعري بس أنا يمكن كنت بضل أنا فيي I can adapt دايما بقول إنو أنا فيي أبقى بعلاقة مش la vie en rose ومش passionate ومش ايك لأنو I adapt بمحل كتير ترجمة نانسي قنقر